السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله برنامج اليوم وهو برنامج بوتو اسكاتشر وهو برنامج مجاني بشكل كامل وبيشتغل على جميع انظمة التشغيل بداية من ويندوز اكسي بي الى ويندوز عشرة هنلاقي اللينك الخاص بتحميله في الديسكريبشن اسفل الفيديو هنضغط على اللينك هيفتح لنا الصفحة الرئيسية الخاصة بتحميل البرنامج ومن هنا نختار النسخة اللي احنا عايزين نحملها سواء النسخة اللي بتحتاج الى تنصيب او النسخة اللي بتشتغل بشكل تلقائي انا الدرس هقدمه على النسخة اللي ان انا بفضلها فنضغط هتظهر رسالة برنامج التحميل نختار مكان الحفز وانا محدد بصورة تلقائية فيضغط بدء التحميل والبرنامج صغير جدا زي ما احنا شايفين مساحته اقل من تمانية ميجا بايت بعد تحميل البرنامج هنضغط على البرنامج هيبدأ البرنامج يحمل بعد تحميل البرنامج دي الواجهة الرئيسية بتاعته وهي واجهة بسيطة جدا من هنا نقدر نضيف صورة ومن هنا نقدر نحفظ الصورة بعد التعديل عليها ومن هنا لو انسخ الرسمة للحفزة او هنا لو انضيف صورة من الحفزة وده للتراجع خطوة للامام وخطوة للخلف وده لو انا عايز اقص جزء من الصورة وده لو انا عايز اعدل فيه درجة اضاءة الصورة سواء بالتفتيح او التغميق او ان انا اخليها ابيض واسود اه هنا الالوان والتأسيرات المختلفة وهنا لو هكتب نص على الصورة ودي اداية الطباعة فهي كل اللي انا اعمله ان انا اضيف صورة طفل ده زي ما احنا شايفين الصورة اضافت بصورة تلقائية في البرنامج بيفتح لي الايكونة اللي خاصة بمعلمات الرسم واللي انا اشرت ليها بالايكونة دي فبتفتح لي الشاشة اللي قدامي ومنها بختار الشكل اللي انا عايز ارسم عليه طبعا النافذة اللي قدامي دي هي النفذة الخاصة بالصورة ممكن اصغارها او اكبرها من خلال المؤشر والماوس اقدر احرك زي ما انا عايز وابدأ من نمط الرسمي هنا ان انا اتحكم في درجة الالوان او درجة التأسير اللي انا عايزه زي ما احنا شايفين بيتم تغيير نمط الالوان على حسب النمط اللي احنا نفضله الصورة طبعا بيتطبق عليها الفلتر زي ما احنا شايفين كده وملاحظين لو عايز اعدل مثلا في حجم الحد الادنى من التأسيرات او الحد الاقصى اقدر اتحرك يمينا ويسارا من مؤشرات اللي قدامي دي يعني انا عندي هنا اكتر من طريقة ان انا اضيف التأسيرات ومجرد ان انا اقف على اي تأسير بيعرض لي صورة مصغرة لشكل التأسير اللي هيتم تطبيقه فمسلا انا اختار الشكل ده ومجرد ان انا اختار النمط او الشكل اللي انا عايز انفزه اضغط على كلمة زي ما احنا شايفين بلاقي ان البرنامج بيعمل عملية معالجة ودي كده الصورة بعد تطبيق الفلتر او التأسير عليها عندي هنا علامة القص دي اللي انا شرحت ها لكم لو انا عايز اقص جزء من الصورة ولنفترض مسلا جزء الوجه ده احدده كده وبعدين اضغط اوكي الاقي جزء قص طيب ميزة اداة القص بنستخدمها لو انا عندي صورة كبيرة الحجم شوية مسلا صورة زي دي وانا عايز الشغل اللي انا اعمله يتطبق على صورة الطفل فقط فبختار اداة القص وبحدد الصورة بتاعت الطفل او وش الطفل وبعد كده ادوس اوكي بلاحظ ان الصورة طبقت عندي ابدأ بقى افتح معلمات الرسم وابدأ اطبق اللي انا عايزه طبعا اصغر كده شايفين صورة الطفل بقت عندنا واضحة جدا ابدأ اضيف عليها التأسيرات اللي انا عايزها هو اخدت تأسير للصورة السابقة بشكل تلقائي لو انا عايز اغير التأسير فبختار التأسير اللي انا عايزه زي ما احنا شايفين الشريط اللي ازرق اللي تحت ده بيعني المعالجة للصورة بعد تطبيق التأسير كل اللي مطلوب مني ان انا اضغط مرة تانية على كلمة رسم ولاقي الفلتر بدأ يتطبق بصورة تلقائية بعد كده بعد ما الصورة بخلصها بضغط على سيف واختار مكان حفظ الصورة ولو نفترض سطح المكتب وبيتم حفظ الصورة زي ما احنا شايفين ولو انا عايز اكتب على الصورة باختار رمز التكست ده او رمز اضافة نص واكتب النص اللي انا عايزه ومسلا الله اكبر طبعا البرنامج بيدعم اللغة العربية واضيف النص بلاقي ان النص نزل على الصورة لو صغرتي كده الاقي ان النص اصبح موجود بس طبعا هو بخط صغير فاقدر اعدل تاني وخش هنا واقول خط واكبر الخط شوية مسلا خلي 72 زي ما احنا شايفين اصبح الخط اكبر وممكن اتحكم فيه لون النص من خلال بالتة الالوان واضغط هنا وبعدين اختار اللون وبعدين ادوس اوكي اوكي زي ما احنا شايفين النص اصبح باللون الاحمر وبعد الانتهاء من البرنامج لو انا عايز اعمل طبعا اضغط على طبعا بالاضافة امكانية التصغير من هنا او التكبير زي ما انا عايز عندي ثلاث ايكونات اتحكم فيهم في حجم عرض الصورة في البرنامج وزي ما قلت لكم بعد الانتهاء من كل التأثيرات اللي انا محتاجها كل اللي مطلوب مني ان انا اضغط احفظ الرسمة واختار مكان الحفظ مثلا ديسك توب وسبب نفس الاسم واختار سيف اتمنى في نهاية الفيديو ان الدرس ينال اعجابكم ويا ريت ما اننساش عمل سبسكرايب للقناة زي اللايك وشير للفيديو وانتظرونا في درس جديد ومعلومة جديدة على قناة فهم كمبيوتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة